وصلت معكم في الحلقة الماضية في آخر الحديث إلى رواية مروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أقرأها عليكم من الجزء الخامس والستين من بحار الأنوار للمجلس الطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان الصفحة الثانية بعد المئة إنه الحديث الحادي عشر رواه عن المحاسن للبرقي بسنده عن موسى بن بكر قال كنا عند أبي عبد الله عند إمامنا الصادق صلوات الله عليه فقال رجل في المجلس أسأل الله الجنة فقال أبو عبد الله إمامنا الصادق أنتم في الجنة فاسألوا الله أن لا يخرجكم منها فقالوا جعلنا في ذاك نحن في الدنيا فقال ألستم تقرون بإمامتنا قالوا نعم فقال هذا معنى الجنة الذي من أقر به كان في الجنة فاسألوا الله أن لا يسلبكم ذكرت هذه الرواية التي قرأتها الآن ذكرتها لكم في الحلقة الماضية في سياق حديث عرضت فيه جملة من الحقائق التي تخفى علينا وهي موجودة في عالمنا الدنيوي عالمنا الدنيوي يبدأ من سماء الدنيا وزينتها وهذا هو ظاهر الدنيا أما باطنها فباطن الدنيا عالم ما تحدث به أصحاب تجارب الإقتراب من الموت لا يمثل شيئا من سعته وشفافيته ونقائه قطعا أتحدث في الجهتين في جهة النعيم وفي جهة العذاب حتى في جهة العذاب إذا كان الكلام عما يرتبط بباطن هذه الدنيا أو ما يرتبط بمجريات عالم البرزخ العذاب هو مرحلة من مراحل النقاء ومراد من أنه مرحلة من مراحل النقاء لأنه عدالة حقيقية وهذه العدالة الحقيقية إنما تجري على الإنسان بعمل الإنسان نفسه لا أريد أن أذهب في تفاصيل هذا الموضوع فإن الحلقة لها اتجاهاتها وهناك الكثير من المطالب التي أريد أن أضعها بين أيديكم أعود إلى الرواية الشريفة فهذا الرجل الذي كان في مجلس إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال بلسان دعائه أسأل الله الجنة إنه يتحدث عن جنة الآخرة إمامنا الصادق قال أنتم في الجنة فاسألوا الله أن لا يخرجكم منها فقالوا جعلنا في ذاك نحن في الدنيا فقال ألستم تقرون بإمامتنا قالوا نعم الإمام قال لهم هذا معنى الجنة الذي من أقر به كان في الجنة فاسألوا الله أن لا يسلبكم هذا معنى الجنة الإمام يوجهنا باتجاه وعي مخصوص كلام الإمام ما هو مجاز كلام الإمام هنا حقيقة من كل القرائن الموجودة في داخل هذه الرواية فإن الرجل الذي دعا وقال أسأل الله الجنة دعاؤه دعاء بمعنى حقيقي إنه يطلب جنة الآخرة الإمام قال لهم أنتم في الجنة حديث الإمام حديث حقيقة أنتم في الجنة فاسألوا الله أن لا يخرجكم منها لو كان الحديث مجازيا لما قال لهم فاسألوا الله أن لا يخرجكم منها وجعل هذا السؤال بديلا عن سؤال ذلك الشعي الذي قال أسأل الله الجنة فهذا الشعي كان يدعو بلسان الحقيقة وليس بلسان المجاز الشعي هكذا قال أسأل الله الجنة سؤال حقيقي دعاء حقيقي الإمام واجه هذه الحقيقة التي تحدث عنها هذا الرجل بحقيقة وليس بمجاز قوة الكلام وقوة المواجهة تكشف عن الحقيقة الكاملة الإمام قال لهم أنتم في الجنة فلا تسألوا الله الجنة وإنما سألوا الله أن لا يخرجكم منها الكلام حقيقي ليس مجازي وليس تقريبي حقيقياً رجل في المجلس دعا بهذا الدعاء أسأل الله الجنة الإمام أجابه بلسان قاطع أنتم في الجنة فاسألوا الله أن لا يخرجكم منها لأن الكلام كان حقيقياً أثار استغرابهم لو كان الكلام مجازياً لما أثار استغرابهم لأن وقع الكلام والقرائن الحالية والقالية تشير إلى أن الإمام كان يتحدث بلسان الحقيقة لا بلسان المجاز ومن هنا قالوا جعلنا في ذاك نحن في الدنيا الإمام يريد أن يثبت لهم الحقيقة لا يريد أن يثبت لهم مجازاً فإن سؤال أصحاب الإمام كان ردة فعل لفهمهم أن الإمام تكلم بلسان الحقيقة فقالوا جعلنا في ذاك نحن في الدنيا الإمام ماذا قال لهم ألستم تقرون بإمامتنا قالوا نعم الإمام هكذا قال وبلسان صريح هذا معنى الجنة هذا هو المعنى الحقيقي قطعاً في أفق من الآفاق الجنة آفاق في أفق من الآفاق هذا المصطلح الجنة هو هذا الذي تحدث عنه إمامنا الصادق إنها العقيدة السليمة الجنة تعني العقيدة السليمة ألستم تقرون بإمامتنا قالوا نعم فقال هذا معنى الجنة الذي من أقر به كان في الجنة العقيدة السليمة هي الجنة وهي التي تقودنا وتأخذنا إلى الجنة إذن الجنة هنا في هذه الجملة هذا معنى الجنة الجنة هنا العقيدة السليمة ألستم تقرون بإمامتنا قالوا نعم فقال هذا معنى الجنة الذي من أقر به كان في الجنة الجنة هنا تعني جنة الآخرة تعني جنة البرزاخ تعني النعيم المعنوية لباطن الدنيا هذا الذي استشعر أصحاب تجارب الإقتراب من الموت شيئا من نفحاته فقال هذا معنى الجنة الذي من أقر به كان في الجنة فاسألوا الله ألا يسلبكم الإمام الصادق يأخذنا باتجاه خصوصية في الوعي الإمام يدفعنا إلى وعي مخصوص الوعي المخصوص هذا هو الذي استشعر أصحاب تجارب الإقتراب من الموت درجة من درجاته ورجعوا في غاية العجب يتحدثون عما شاهدوا وعما سمعوا ألستم تقرون بإمامتنا قالوا نعم فقال هذا معنى الجنة العقيدة السليمة كيف نستطيع أن نصل إليها لا أتحدث هنا عن مصادرها مصادر العقيدة السليمة كرارا ومرارا أرددها قرآنهم قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيره وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمه وهذا هو الذي بايعنا عليه في الغديرين في الغدير العلوي وفي الغدير المهدوي تلك هي حقائق بيعة الغدير أنا لا أريد أن أحدثكم عن مصادر العقيدة السليمة حدثتكم عنها فيما سلف وسأحدثكم عنها فيما يأتي وإنما أريد الحديثة عن كيفية الوصول إلى العقيدة السليمة فالإمام هنا دفعنا باتجاه وعي مخصوص وضع لنا مصطلحا خاصا سمى العقيدة السليمة الجنة هذه هي العقيدة السليمة الإمام لا يتحدث حديثا جزافيا كلام الإمام له دلالات عميقة هذا مصطلح لا بد أن نقف عنده طويلا ولا بد أن نتدبر فيه ولا بد أن نتفكر فيه ولا بد أن نتفهمه كما يقول سيد الأوصية ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم لا بد أن نتفهمه أول أول مستوى من مستويات تحصيل العقيدة السليمة التعلم والتعليم أن نتعلم أن نتعلم عند من نستطيع أن نتعلم عنده وإلا فإننا نعلم أنفسنا التعلم والتعليم أقول للذين يتابعون برامجي إذا كنتم جادين في الوصول إلى الحقيقة وإلى العقيدة السليمة فإن الأمر ليس سهلا عليكم أن تتعبوا حتى تصلوا إلى العقيدة السليمة على الأقل عليكم أن تدرسوا مجموعة حلقات أعرف إمامك أن تتابعوها متوفرة هي على الشبكة العنكبوتية وسنعيد بثها بحسب ما يسنح به الوقت سنعيد بثها تدارسوها وتباحثوا فيها والتصقوا بتفاصيلها ليست لأني أنا الذي قلتها اشطبوني اشطبوني فأنا لا قيمة لي أنا واحد منكم لا أتميز عنكم بشيء صدقوني هذا الكلام ليس للمجاملة وليس للتواضع وليس للاستهلاك الإعلامي إنني أتحدث بلسان الحقيقة المرة لأن الحقيقة مرة الحق مر لكنه خفيف خفيف في آخر أمره عاقبته حلوة الباطل حلو وبيء كما يصفه أمير المؤمنين حلو وبيء قد يخيل للناس من أنه خفيف عاقبته ثقيلة مرة حينما أقول لكم التصقوا بمضامين تلك الحلقات لأنها لباب ثقافتهم من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أقرأ عليكم من الكاف الشريف من الجزء الأول طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة الثامنة والأربعين الحديث الثامن بسنده عن أبان ابن تغلب عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه لودت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقه وقد يقرأ الحديث هكذا لودت أن أصحابي ضربت رؤوسهم الإمام هو الذي يضرب رؤوسه لودت لودت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقه وأول الفقه العقيدة السليمة أول الدين معرفته إنها معرفته العقيدة لودت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقه هذا الضرب بالسياط ينزل على الرؤوس لماذا كي يحدث صدمة هذه الصدمة هي التي ستدفعنا تدفعنا أن نتحرك باتجاه وعي صحيح لو ودت واللام هنا لام الابتداء وهي لام التوكيد الإمام يريد أن يؤكد هذا المعنى لودت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقه التفقه تفعل يعني أن الإنسان يفعل يفعل ويفعل ويفعل بحاجة إلى تعب بحاجة إلى مواصلة في النشاط لمعرفة العقيدة السليمة تفقه تفعل لا لا يتعامل مع هذا الموضوع تعاملا من دون الشعور بمسؤولية عميقة أن يستمع إلى جزء من حلقة من الحلقات وهو المتفضل أو أن يتابع الموضوع مع المقاطع الوجيزة المختصرة أو أنه يمتلك بعض المصادر التي أذكرها ولا يرجع إليها لأنه إذا رجع إليها ورأى الأحاديث بنفسه هذه المعاني ستثبت عنده بإقرار من عقله وقلبه لا لأنني أنا قلتها قلت لكم لا قيمة لي في الموضوع عليكم أن تدرك العقائد بأنفسكم وإلا أن تأخذوا كلامي لأنني أنا قلته فهذا تقليد لي العقائد لا تقليد فيها عليكم أن تدرك العقائد بأنفسكم أن تذعن عقولكم لها أن تعانقها قلوبكم وأرواحكم أن تستقر في ضمائركم وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة يحتاج إلى مباحثة أنا أتحدث مع الذين يهتمون لهذا الموضوع فإنني لا أتحدث مع الجميع لا أوجه خطابي للجميع أوجه خطابي وحديثي للذين يعبؤون بتحصيل عقيدتهم السليمة لا تقبلوا كلامي لأنني أنا قلته أنا لست مهما أنا ناقل للكلام تدبروا فيه فإذا ما أذعنت عقولكم واطمأنت قلوبكم هذه بداية العقيدة السليمة لأن الإيمان عقد في الجنان عقد لابد أن ينعقد في القلب الإيمان عقد في الجنان الإقرار باللسان والعمل بالأركان هذه أمور تأتي بعد ذلك هذه الأمور ليست مهمة بالقياس لعقد العقيدة في الجنان أصل العقيدة في الجنان الإيمان عقد في الجنان بعد ذلك تظهر الآثار بإقرار في اللسان وبعمل بالأركان ولذا فإن الإمام هكذا يقول لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقه إمامنا الصادق هو الذي يقول لو أدركته لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي الإمام يضع لنا برنامجا من أن تكون حياتنا بتمامها خدمة لإمام زماننا هذا لا يتحقق إلا بهذه المقدمة أن نتفقه في ديننا ورأس التفقه في الدين أن نحصل العقيدة السليمة هؤلاء الذين جرت عليهم تجارب الاقتراب من الموت وخاضوا تلك التجارب رجعوا إلى أجسادهم رجعت أرواحهم إلى أجسادهم وحينما رجعوا إلى حياتهم الاعتيادية فقد رجعوا برؤية جديدة بنظرة جديدة للحياة لقد أدركوا شيئا لا قيمة له من حواش العقيدة السليمة أدركوا شيئا لا قيمة له من حواش العقيدة السليمة لكنهم أدركوا ذلك بأرواحهم لأنني قد استمعت إلى أحاديثهم وخصوصا من كان من الشيعة استمعت إلى أحاديثهم هم أدركوا شيئا ولكن الذي أدركوه لا قيمة له إلى تفاصيل العقيدة السليمة التي بداية تحصيلها من هنا من التفقه التفعل التفعل يعني أننا نتعب ونتعب نفعل ونفعل ونفعل أقول لأبناء وبناتي من شباب شيعة الحجة بن الحسن لا تجعل الزمان يمر عليكم من دون أن تحصل العقيدة السليمة نظموا أوقاتكم إذا كنتم مشغولين بالدراسة الجامعية مثلا إذا كنتم مشغولين بأي أمر من الأمور المهمة في حياتكم لا تتركوا أموركم المهمة ولكن اعلموا من أنكم إذا تعاملتم مع العقيدة السليمة على أنها الأهم ولو بحدود النية فإن الإمام أتحدث عن إمام زمانكم فإنه سيوفقكم تفقه في دينكم وخذوا العبرة من الكبار في السن ممن تعرفونهم في عوائلكم أو ليسوا من عوائلكم من أسركم أو ليسوا من أسركم اعتبروا بهؤلاء الذين لم يتفقه في دينهم وامتلأت رؤوسهم بقذارات مراجع حوزة النجف وكربلاء وذهبوا بعيدا بعيدا ذهبوا بعيدا عن إمام زمانهم وهم يعتقدون أنهم يحسنون صنعا وخذ ذهبوا بعيدا في ضلالهم لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقه هذا أولا التعلم والتعليم وجدنا من يعلمنا فإننا نتعلم عنده لم نجد فإننا نعلم أنفسنا بقدر ما نستطيع هذا المستوى يكون بوابة يكون بوابة للمستوى الثاني لأن العقيدة لا تأتي من تعلم وتعليم فقط التعلم والتعليم يرسم ملامح العقيدة يعطينا مفردات العقيدة لكنها لن تعجن في قلوبنا وضمائرنا بالتعلم والتعليم فقط نحن بحاجة إلى معايشة إلى معاناة معنوية وإنما يتحقق هذا ببرنامج خدمة لإمام زماننا المضمون الذي جاء في الآية المائتين بعد البسملة من سورة آل عمران وهي آخر آية في السورة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الخطاب للذين يقولون إننا مؤمنون والمؤمنون هم الذين آمنوا بإمامة الحجة بن الحسن فقط هذه عقيدتنا لا شأن لنا بالآخرين نحن نتحدث عن ديننا وعقيدتنا مثلما الآخرون يتحدثون عن دينهم وعقيدتهم هم أحرار في دينهم وعقيدتهم ونحن أحرار في ديننا وعقيدتنا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا بإمامة الحجة بن الحسن هؤلاء هم المؤمنون وليس هناك من مؤمنين يمكننا أن نصفهم بهذا الوصف من دون هؤلاء يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصبروا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصبروا أصبروا على دينكم الصبر على الدين صبر على أحكامه صبر على طقوسه صبر على أوامره صبر على نواهيه فهناك التزامات زمانية وهناك التزامات مكانية وهناك التزامات جسدية وهناك التزامات مالية وهناك التزامات اجتماعية ترتبط بأنواع متعددة من العلاقات وهناك وهناك هناك العبادات هناك المعاملات هناك الأخلاق هناك الأداب هناك السنن هناك وهناك قطعا لا يستطيع الإنسان أن يتواصل مع كل هذه التفاصيل وإنما بحسب شؤون حياته عمر الإنسان عمل الإنسان البلد الذي يعيش فيه الزمان وخصائصه كل هذه التفاصيل لها علاقة واضحة في تشخيص ما يرتبط بحياتنا من أحكام من طقوس من عبادات من أخلاق من آداب إلى سائر التفاصيل الأخرى وإنما هو بحدود ما نتمكن من إقامته وإتيانه يا أيها الذين آمنوا صبروا صبروا على دينكم وصابروا المصابرة أعلى شأن من الصبر صابروا صابروا أعداءكم أعداءكم من نواصب سقيفة بني ساعدة أو من أبناء جلدتكم من نواصب سقيفة بني طوسي بني نجف بني مرجعية فهؤلاء سيبذلون أقصى جهودهم لإذائكم صابروهم المصابرة ليس بالضرورة في مواجهتهم المصابرة بتحملهم بتحمل أذاهم وبالاستقامة بالاستقامة على العمل أقوى رد على هؤلاء أن نستمر في عملنا لا نعبأ بهم هم يثيرون الأكاذيب هم يثيرون الغبار هم يضعون العوائق في طريقنا هم يحاولون القضاء علينا بكل الوسائل هم ينشرون أكاذيبهم وزيفهم في كل مكان ويستعينون بكل الوسائل المتوفرة عندهم أفضل حل لمواجهة كل ذلك أن نستقيم في عملنا أن نواصل عملنا وتلك هي المصابرة المصابرة الحقيقية أن نتحمل أذاهم وأن ندع أذاهم جانبا لا أن يكون معوقا لنا وأن نستمر في عملنا بقدر ما نستطيع تلك هي المصابرة يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا وفوق ذلك ورابطوا رابطوا إمام زمانكم حينما نتعلم العقيدة بشكل صحيح وحينما نأخذ العقيدة السليمة من مصادرها الصحيحة وفي الوقت نفسه نحن نعمل في برنامج لخدمة إمام زماننا كل شخص بحسبه الرجال بحسبه النساء بحسبه المتمكنون ماليا بحسبه الذين الذين يعيشون ضائقة مالية بحسبه 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 أصحاب المواهب والقدرات العلمية الأدبية الفنية الإعلامية السياسية الاجتماعية بحسبه والذين لا يمتلكون مثل تلك المواهب بحسبه كل شخص بحسبه أصحاب سيد الشهداء لم يكونوا متساوين لا في الأعمار ولا في القوة البدنية ولا في المنزلة الاجتماعية ولا في الحالة المالية ولا 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 جميعهم أدوا ما عليهم كل بحسبه كل بحسبه يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا فبعد أن نتعلم العقيدة السليمة وبعد أن تستقر مفرداتها الصحيحة في أذهاننا في عقولنا وقلوبنا لابد من خدمة لإمام زماننا لأن الخدمة هي التي ستمازج العقيدة في قلوبنا يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا هذه المعايشة وهذه المعاناة أنا لا أستطيع أن أفصل القول في كل هذه المطالب إنني أجملها الحديث حديث مجمل نذهب إلى فاصل